بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم يا شابب عاملين إيه أتمنى رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة نتعلم مع بعض إزاي تقدر تحول فلوس من محفظتك على محفظة اتصالات كاش لأي محفظة تانية طريقة سهلة جدا وبسيطة نتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا أول حاجة نعملها ندخل على تطبيق ماي اتصالات أو تطبيق ماي اي انت اللي هو ظهر قدام حضراتكم ده لو مش موجود عندك تقدر تثبته من متجر جوجل بلي بعد كده نفتح بقى التطبيق مع بعض هيفتح معنا التطبيق بالواجهة اللي قدام حضراتكم دي وبعد كده هنضغط على كلمة فلوسي من تحت هنا وبعد كده هنضغط على كلمة اذهب للمحفظة من فوق هنا بعد كده يفتح معنا المحفظة زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ بقى نختار من خدماتي من هنا كلمة تحويل هنضغط على تحويل بالشكل ده بعد كده هيفتح معنا صفحة تحويل الفلوس بعد كده هتبدأ تكتب هنا رقم المحفظة اللي انت عاوز تحول الفلوس عليها او يعني ما مثلا تضغط على قيمة الاتصال دي هيبدأ يجيب لك كل الاسماء اللي موجودة عندك على موبايلك وتبدأ تختار رقم الشخص اللي انت عاوز تحول الفلوس على المحفظة بتاعته وليكن مثلا انا هاختار اي حد بالشكل ده دلوقتي هو اجاب لي رقم المحفظة هنا على طول وبعد كده هتيجي هنا على القيمة تبدأ تكتب القيمة هنا اللي انت عاوز تحولها وليكن مثلا عاوز تحول ميتين جنيه بعد كده ممكن تضغط على كلمة اضف رسالة مع التحويلة يعني لما تيجي تضغط على كلمة تحويل الشخص اللي هيوصل له الفلوس هيوصل له رسالة ان انت حاولت له المبلغ فيفضل ان انت تتعلم عليها بالشكل ده وبمجرد ان انت بتضغط عليها بيقولك اختار الفئة هنا بيقولك الرسالة مجانية لاركام اتصالات وبسعر الرسالة القصيرة للشبكات الاخرى فهنا بقى بيقولك اختار الفئة احتفال ولا دفعة ولا مناسبة دينية حتى مثلا ممكن تختار من هنا كلمة مناسبة دينية وبعد كده هتضغط على كلمة التالي فهنا ممكن مثلا يجيب لك كزا مناسبة ممكن تختار منه ما اي حاجة فتختار اي حاجة بالشكل ده وبعد هنا تضغط على كلمة التالي من تحت ممكن مثلا تختار من هنا مثلا كلمة كل سنة وانت طيب وبعد هنا تضغط على كلمة قضف وبكده الرسالة اللي هتوصل للشخص هي كل سنة وانت طيب وهي المبلغ بتاع التحويل بعد كده لو ضغطنا على كلمة تحويل مباشرة هنهيبدأ يطلب منك الرقم السري للمحفظة بتاعتك مباشرة هنهيبدأ يطلب منك الرقم السري للمحفظة بتاعتك وبكده خلاص تم التحويل بنجاح وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكون استفدتم بفيديو النهاردة ولو عندكم اي سؤالة واي استفسار تقدر تكتبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلامة